بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الحادي عشر من سلسلة العرفان الإلهي من أعظم الوسائل المعينة على تزكية النفس التدبر في أوامر الله تعالى ونواهيه ومن المفيد أن يقوم الإنسان بتعويذ نفسه على التفكير والتدبر في الأوامر والنواهي التي ذكرها الله في كتابه الكريم فمثلا يتدبر في الصلاة وبركاتها وفي الصيام ومنافعه الروحانية وعلى الجانب الآخر يتفكر في الكذب والغيبة والكبر والعجب وآثارها المدمرة روحانيا وفاعدة ذلك التدبر هو أن يكشف حقيقة الأشياء في النفس فيندفع الإنسان تلقائيا لحبها أو بغضها وقد ورد في القرآن الكريم تحذير شديد لمن لا يسعون للتدبر فقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وفي هذا التحذير القرآني حث على استخدام كل هذه الحواس والنعم في التأمل والتدبر لاستكشاف بركات الأوامر وللوقوف على شؤوم ارتكاب النواهي ومن الوسائل المعينة على تزكية النفس أيضا أن يكون الإنسان متحليا بصفة التلقي والقبول لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكل ما يعلم بقدر استطاعته إذ ما فائدة العلم بغير عمل فعلى المؤمن الساعي لنيل عرفان الله تعالى أن يسمع لينفذ ويتدبر ليستفيد ولا يكون كمن يملك السمع والبصر والفؤاد ولا يستفيد منها شيئا قال بعض الصالحين هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ومعناه أن ثمرة العلم الحقيقي هي العمل بما يعرفه الإنسان فإن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه لا له وقال بعضهم أيضا من عمل بما يعلم رزقه الله علم ما لم يكن يعلم وحسبنا في هذا المقام قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لقد فصل حضرة المسيح المعود ميرزا غلام أحمد عليه السلام في بيان هذه المسألة حيث قال إن العلم المبارك هو ما يتجلى أثره من خلال العمل وإن العلم المشؤوم هو ما ينحصر في النظرية ولا يتجاوز إلى العمل أبدا واعلم أنه كما يربو المال ويثمر بالتجارة كذلك يبلغ العلم كماله الروحاني بالمزاولة العملية فالتطبيق العملي وسيلة عظيمة لبلوغ العلم إلى الكمال لأنه يكسب العلم نورا كيف يرتقي العلم إلى درجة حق اليقين إنما سبيله أن يختبر العلم من كل الوجوه اختبارا عمليا وهذا ما حدث بالضبط في الإسلام فإن كل ما علم الله الناس بالقرآن المجيد من تعليم فقد أتاح لهم فرصا لكي يسقلوه بالممارسة العملية ويمتلئ من نوره ويقول حضرته عليه السلام القرآن جامع تماما لجميع التعاليم التي هي ضرورية للتربية الدينية لذلك أعلن أنه أكمل دائرة التعليم الديني فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي أن منتهى الكمال الديني يتمثل في معنى الإسلام أي أن يكون الإنسان لله وحده وأن يبتغي نجاته بالتضحية نفسه لا بأي طريق آخر ثم ينفذ هذه النية والإرادة بالعمل هذه هي النقطة التي تنتهي إليها الكمالات كلها إذن فهذه بعض وسائل تزكية النفوس وتهيئتها لتلقي الفيوض العرفان الإلهي وما زالت رحلة العرفان مستمرة حتى تصل القلوب إلى حبيبها ومولاها سبحانه وتعالى اللهم آتي نفسي تقوها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تابعون في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر